احنا كدولة من الاقتصادات النشئة دولة الحمد لله رب العالمين يعني رغم كل ما يقال عنا احنا في موقف لا نحسد عليه لان احنا عملنا بنية تحتية في وقت نحصد عليه ولا نحصد عليه لا نحصد عليه نحصد عليه نحصد عليه طبعا اه انا بقول يا رب محدش حسدنا عليه يعني اه احنا عملنا بنية للدولة المصرية احنا فاضة مش حسدنا حدblic احسدنا عليه هيقصوها وقولك شايفينLS ويقولو ايه والناس تعبان ايه 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 بقى. اشرح بقى. اشرح فان. يعني انت تبقى تقول احنا في وضع. طبعا وضع محترم. انت خايف كرجل بتاع اقتصاد. طبعا. طبعا. طب ازاي. اقول لحضرتك ازاي. اه. حضرتك لما يكون عندك شركة او دولة او اسرة خارجة من هزات ضخمة جدا. لاي سبب انا لا اتحدى السياسة هنا. فالفين ويحداشر حصلت هزة ضخمة تضرب اصول هذه الدولة. تمام. دخل عندك ارهاب وا وا وا. لا تقول اقتصاد ولا استثمار ولا استخراج نفط ولا زراعة. كل حاجات اثر. كل وقف. تمام. كل وقف. على ما قدرنا نخرج من ده. مرنا بعصور وسنوات سودة. وعارفينها كلنا. تمام. وما حدث فيها. لما بدأنا نستفيق من الارهاب ومن خلافه. كانت الدولة المصرية عندك كل الخدمات غير مؤهلة. لا تستطيع استقبال اي مستثمر. لا محلي ولا اجنبي. ما عندكش طاقة. ما عندكش كهربا. احنا مكناش بنشوف الكهربا دي تماما. للمنازل. ما بالك المصانع. وا وا. يجي حد النار دي قولي. فين الاولويات. كانوا بدأوا بالصناعة. ابدأ بالصناعة ايه. وانا كان عندي حاجة عامل عليها مصنع. انا اللي كان عندي طريق. ولا مينة. ولا كهربا. ولا مزوت. ولا غاز. ما فيش اي حاجة لمقاومات قامل صناعة. فلما في هذه التمن سنوات. تبني دولة جديدة. تقدر تعمل بنية تحتية. او. بقيت تسوق وتروج ليها. كل العالم شايف مصر كويس قوي. تقدر تعمل وجهات سياحية جديدة. يعني مصر اللي بقى لها الاف السنين. فيها مناطق. ما كانش حد يعرف في روحها. فيها الغام. فيها مناطق مهجورة بالكلية. اصبحت دستنيشن جديد في السياحة. ده استثمار. ده تشغيل. ده فرص عمل. هتقول لي بقى. طب والغلا وا وا. ايوة. انا مع حضرتك. لما يجي. جائحة زي كورونا. بعدها الحرب. بعدها مشكلة سلاسل الامداد في العالم. الاقتصادات العالمية كلها بتئن. في اقتصادات دول كبرى. النهاردة المواطن البريطاني عنده نفس الشعور. انا بكلم حضرتك. وانا ما بين هذه الدول وعندنا استثمارات فيها. بيئن تماما من الغلاء. من سعر الغاز. فطورة الكهرباء في دول اوروبا مضروبة فاربعة. يعني لو بيدفع مية يورو في الشهر. كهرباء بيدفع ربعمية يورو. فانا النهاردة كدولة زي مصر. اللي بنيت